داعية صديق كان صديقا داعية كنا نلتقي أيام فقره في المساجد هو قادم وأنا زاهب هو في خطبة في مسجد مجاور وأنا في مسجد مجاور ونلتقي في مسجدنا في مسجد جامع في المنطقة في البلد يجمع الدعاء الذين خطبوا الجمعة في هذا اليوم وصل الله أن يرد المساجد إلى هذا الحال كنا نلتقي في السويس في مسجد واحد كل الدعاء الذين خطبوا في السويس يلتقون في مسجد واحد يأكلون طعام الغداء ويلتقون قبل الجمعة وبعدها وفي مدينة كدا وفي مركز بدر في مسجد أنصار السنة في البحيرة وغيرها من المساجد كنا نلتقي قبل الجمعة الدعاء ثم نلتقي بعد الجمعة هذا الدعاء كان مستقيما ففتح الله له باب رزق حلال فلم يشبع حتى دخل في الحرام حتى طغى منه المال وزاد وفاض وتضاعف وتحول إلى ألف 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 ضعف ما كان عليه والآن حزف جميع الدعاء من قائمة أصدقائه ودخل مكان هؤلاء الدعاء رجال الأعمال وسيدات الأعمال والفنانين والمطربين والمزيعين وأهل الصفوة المقدمين وصار هذا الدعية من بعد العمامة والغطرة والدعوة صار إلى الشرط وحمام السباحة وتغير الحال ما علاقة المال باختلال الحال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح وكفاءتها النهاردة الولاد فيهم حد سنوية عامة خلاص ما يجرش حاجة ثمان شهور هيضيق الحال ما يجرش حاجة النهاردة ولد عيال ما يجرش حاجة النهاردة ربنا سيطرنا استنادي الحل أحسن الحمد لله من حيث أتتها الريح كفاءتها ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء لا تنكفئ الأمح والأرز كمثل الأرزة صماء لا تنكفئ حتى يقصمها الله عز وجل فيقول الله عز وجل في بداية هذا السياق من الآيات لو أن لهم ما في الأرض الميع ومش لهم معه ولا افتدوا به الفلوس يوم القيامة تجمع المال تقول ما تدخنش جهنم يا رب كل فلوس دي كلها وما تدخنش جهنم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ولا افتدوا به أولئك لهم سوء الحساب سوء الحساب أليس الذي يحاسبه الله عز وجل نعم الله يحاسب حسابا يسيرا وحسابا عسيرا وحسابا سيئا لكسرة السيئات من السيئين والله عز وجل عدل لا يظلم ولا يفعل سيئا ولا يسيء حشا وإنما الحساب سيء لأن سيئاتهم ستملأ ميزان الله لأن السيئين سيقومون أمام الله اللهم أجرنا من ذلك ذهبت أيام الحسنات وحلت عليهم السيئات وفي نهاية هذا السياق وبعد ذكر صلت ما أمر الله أن يوصل وذكر الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وذكر الذين يطمئنون بذكر الله عز وجل وذكر الذين لهم الحسنى سيقول الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ومن يشاء الله عز وجل